نتابع من آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا حول العالم حيث تخطى إجمالية الإصابات بالوباء اليوم عتبت الخمسة ملايين في مختلف أنحاء البلعالم فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 326 ألفا في الولايات المتحدة بلغت الإصابات حتى الآن إذا ما انتقلنا إلى الولايات المتحدة بلغت مليون وخمسمائة وسبعين ألفا وتسعمائة وستة وثلاثين حالة الإصابات الجديدة اليوم 7353 فيما إجمالية الوفيات قارب الأربعة وتسعين ألفا تقريبا في روسيا أيضا أرقام كبيرة تسجل إصابات جديدة بثمانية ألف وسبعمائة وأربعة وستين رفعت العدد الإجمالي إلى ثلاثمائة ألف وسبعمائة وخمسة والوفيات الجديدة هي 135 وفا البرازيل أيضا أمام أرقام كذلك كبيرة ثلاثة ألف واربعمائة وسبعمائة وتسعين إصابة جديدة ترفع الإجمالي إلى مائتين وخمس وسبعمائة ألفا تقريبا وإجمالي الوفيات مرتفع كذلك بثمانية عشر ألفا ومائة وثلاثين إذا ما انتقلنا إلى إيطاليا فالأوضاع هناك تبدو بالانخفاض من حيث الوفيات وحتى من حيث الإصابات 665 إصابة جديدة 227 ألف وثلاثمائة وأربعة وستين إصابة بشكل عام فيما إجمالي الوفيات وصل إلى 32 ألفا وثلاثمائة وثلاثين مع تسجيل اليوم 161 وفا جديدة تركيا كذلك فيها رقم كبير من الإصابات الجديدة اليوم 972 إصابة 152 ألفا وخمسمائة وثمانين حالة إصابة بفيروس كورونا والوفيات أيضا مرتفعة بأربعة ألف ومائتين واثنتين وعشرين وفا إلى بلجيكا 292 إصابة جديدة فقط بعد أن كانت الأرقام أكبر من ذلك بكثير في الفترة الماضية 55 ألفا وثلاثمائة وثلاثمانين إصابة أصلا بكورونا بشكل عام فيما إجمالي الوفيات هو 9 ألف ومائة وخمسين وفا